بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين وبعد نجد بعض المعربين إذا أعرب قوله تعالى ربنا اغفر لنا ذنوبنا يعرب اغفر فعل أمر والشيخ شعبان الأثاري بيّن في ألفيته أن هذا سوء أدب من بعض المعربين ينبغى يقول فعل دعاء أو فعل طلب ولا يقول فعل أمر وقد نبه كثير من النحاة على هذا فالأمر إذا كان من الأعلى إلى الأدنى يسمى أمر حقيقي كقوله تعالى أقيم الصلاة أما إذا كان هذا اللفظ من الأدنى إلى الأعلى علماء البلاغة وكذلك النحاة يسمى هذا فعل دعاء ثانياً اعتاد بعض المعربين أن يعرب قوله تعالى أعبدوا الله يقول أعبدوا فعل أمر مبني على حذف النون وواو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل والألف فارقة بين واو الجماعة وواو العلة يقول الله مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة وهذا أيضاً سوء أدب ينبغن يقول اسم الله منصوب على التعظيم ولا يقول مفعول به وهذا نبه عليه أيضاً شيخنا ابن هشام رحمه الله في كتبه كذلك اعتاد بعض المعربين أن يعرب حرف الجر الزائد في قوله تعالى مثلاً وما ربك بغافل وفي قوله تعالى أليس الله بكاف عبده يقولون ألباء هنا في الآيتين حرف زائد لكن تأدباً نقول حرف صلة تأدباً مع كلام الله سبحانه وتعالى أو حرف توكيد ولا نقول حرف زائد لأن السامع إذا سمع حرف زائد يعني يمكن أن يستغنى عنه ويمكن أن يحذف يقول دخوله كخروجه يعني إذا حذف الكلام يستقيم لكن ضاع التوكيد فلما تقرأ قوله تعالى أن تقول ما جاءنا من بشير أصلها ما جاءنا بشير فمن الزائد هذه أثارت المعنى توكيداً لكن تأدباً مع كلام الله نقول حرف صلة أو نقول حرف توكيد ولا نقول حرف زائد كذلك قد إذا دخلت على الفعل الماضي فإنها تفيد التحقيق قد أفلح المؤمنون يعني قد تحقق لهم الفلاح وتفيد التقريب كقول المؤذن قد قامت الصلاة يعني قرب قيامها أما إذا دخلت على المضارع فإنها تفيد التقليل أقول قد يصدق الكذوب هذا هنا تفيد التقليل طيب وتفيد التكسير أقول قد ينجح المجتهد أما في قوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه قد يظن ظان إن هنا أثارت التقليل هذا خطأ إنما هنا تفيد التحقيق قد يعلم الله المعاوكين منكم يعني يعلم المعاوكين منكم حقا فهنا تفيد التحقيق عندما تدخل على لفظ الجلالة تفيد التحقيق فربنا سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعوني وما تخفي الصدور أولا كلمة عسى اعتاد كثير من النحاذي أن يقول إنها حرف رجاء وذكرها في باب أفعال المقاربة والرجاء والشروع لا فعل لا تدل عن مقاربة هي قرب وقوع الخبر كاد وأوشك وكرب فذبحوها وما كادوا يفعلون ولا فعل لا تدل عن رجاء اللي هو عسى وحرى وخلولق عسى ربكم أن يرحمكم ففي العراب يقولون عسى حرف رجاء لكن عسى عندما يأتي لفظ الجلالة بعدها نقول حرف تحقيق ولا نقول حرف رجاء حرف تحقيق لأن الرجاء يختلف عن حرف التحقيق الرجاء طلب أمر محب بالنفس قريب الحصول فعسى من الله تحقيق سبحانه وتعالى أيضا الأسماء المعظمة لا يجوز أن تصغر لأن التصغير في اللغة معناها التحقير أو التقليل فأسماء الله سبحانه وأسماء الملائكة وأسماء الرسل والأنبياء لا ينبغي أن تصغر لأنها أسماء معظمة فلا ينبغي أن تصغر لأن التصغير كما قلت في لغة التحقير أو التقليل أيضا اعتاد النحات أن يطلق على كتاب سبويه الكتاب يقول صار علما بالغلبة لكن الأولى إن قال هذه إذا قلنا الكتاب يطلق على القرآن الكريم تأدب مع كلام الله أحكام الحاكمين هذا ما أردت أن أنبه عليه لكي يصحح بعض المعربين إعرابهم وقد ذكر شيخنا الشيخ شعبان الأثار في ألفيته هذا الذي قلته وجعله في خاتمة الألفية قال رحمه الله خاتمة الفوصول إعراب الأدب مع الله وهو بعض ما وجب فالرب مسؤول بأفعال الطلب كاغفر لنا والعبد بالأمر تذب وفي سألت الله في التعليم تقول منصوب على التعظيم فقس على هذا ووقع بالعل منه وحقق بعسى تعطى الأمل بالله طالب ومطلوب علم قد يعلم الله بمعنى قد علم وامنع من التصغير ثم التثنية والجمع والترخيم خير التسمية وشاع في لفظ من التعجب ما أكرم الله وفي معنى أبي وحيثما قيل الكتاب إنهض إليه كتاب ربي لا كتاب سيبويه لأنه بكل شيء شاهد ولا تقول ذا الحرف منه زائد بل هو توكيد لمعنى أوصلة لللفظ في آياته المفصلة أو لمعان حققت عن من روى كهل ونحو بل لمعنى لا سوى ومن يقول بأن ما زاد سقط أخطأ في القول وذا عين الغلط كمثل أن مفيرة الإهمال وكافة النافية الأمثال ولا تكن مستشهدا بالأخطل فيه ولا سواه كالسمو ألي وغالب النحات عن ذا الباب في غفلة فانح على الصواب تكن كمن بلغة العدنان أعرب وهي لغة القرآن والأقض فيه عن قريش قد وجب لأنهم أشرف بيت في العرب فكن كمن بقولهم قد اكتفى وحسبنا الله تعالى وكفى والله تعالى أعلى وأعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته